وتستمر فعالية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين وبلغ عدد الزوار حتى الآن نحو سبعمائة ألف زائر وذلك على الرغم من هطول الأمطار وبرودة الطقس إلا أن الإقبال يزداد على المعرض رغم هطول الأمطار وبرودة الطقس جسد الجمهور مشهدا حضاريا متميزا تمثل في حرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي أضحى من العادات راسخة لدى الأسرة المصرية كما عبر عن حالة الشغف للحصول على المعرفة بما يؤكد مكانة الثقافة في المجتمع أوه بصراحة المعرض كويس جدا أنا كنس المعرض أصلا يستمر ركسا والأسبوعين يعني المعرض بصراحة كويس جدا وإحنا كنا في فترة انتحانات فبس ده أنا المعرض يتفتح لنا كطالب أصلا نقدر نيجي بعيدا عن الانتحانات الأخبال كان بالنسبة لي مدهش وخاصة أن الجو مش طبيعي يعني الطبيعي للناس تحجم عندها وبيتقول إن فيه أمل ناس تكون لسه بتقرأ ودورك كتاب ودورك كلمة النجاح بالصورة دي فاق الوصف الظاهرة الجميلة جدا والإيجابية جدا إن موظم الحضور من الشباب بصراحة يعني شيء يشرف حاجة جميلة اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أعلنت أن اليوم الثامن لفعلياته شهد دخول 164 ألف زائر ليصل إجمالي عدد الرواد بما يزيد عن 700 ألف زائر مما يؤكد ارتفاع مؤشر الوعي الجمعي وإدراق أهمية المعرفة في تنمية وتطوير المجتمع ما شاء الله النهاردة بقى خلصوا امتحانات والشباب يعني مقبل قبل كبير جدا على المعرض كأنه هو رحلة في نفس الوقت رحلة علمية برضو يعني ثقافية زرنا طبعا الأماكن كلها اللي موجودة هنا على قد ما نقدر لأن طبعا اللي أنت تلم كل القاعات اللي موجودة هنا في يوم واحد ما تقدرش دخلنا طبعا قاعة الطفلة هنا عشان خاطر نشوف الألوان ونشوف الوسائل المهارية اللي يقدر أي طفل اللي هو ينمي بها المعرض بتاعته باجي من إسكندريا على طول كل سنة بحب أحضر المعرض بخش قسم اللي هو الكتب اللي بتكلم عن التاريخ كتب تبقى كويسة جدا برضو جميلة وحلوة يعني مبادرة ثقافتك كتابك التي أطلقتها الدولة تصدرت مبيعات معرض القاهرة الدولي للكتاب حيث تضم مجموعة متميزة من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة المختلفة ولا يتجاوز سعر الكتاب به عشرين جنيها بهدف التشجيع على القراءة والاطلاع واقتناء الكتب على طريق تطوير الوعي وإثراء الفكر أحمد الحسيني التلفزيون المصري